اشتركوا في القناة بسيطة نوعين أصلاً المجرورات أصلاً بكبرها يعني فلا تشلون همها مهم يعني تعرف العلامات مهم تفهم كيف هذا مثلاً الشروط اللي تجيه حروف الجر وش معناها وزي كذا لكن الدرس بشكل عام جداً بسيط ومن أسهل الدرس فيه رأي يعني أظن بشخصياً يعني يشوف أسهل درس فبسم الله يعطى لك نص ثم الأرض والتحليل طيب يقول لك الكلمات في التركيب النحوي تجر في حالتين يعني الكلمات بشكل عام في اللغة العربية تجر في حالتين ما هما الجر بالحروف طبعاً نقول بالحروف نقصد حروف الجر والجر بالإضافة الإضافة أن يأتي مضاف مظافري فبسم الله يقول لك الجر بالحروف أن يقع لإسم المجرور بعد حروف الجر فإذا عدنا إلى نص سابق نجدنا أكثر وأعطاك الكلمات اللي هي الأمثلة جاءت مجرورة والسبب في ذلك أن سبقت بحروف جر فتقول مثلاً ذهبت إلى المسجدي فإلى حرف جر المسجدي اسم مجرور بإلى وعلى مجره الكسرة جر بالحروف جداً واضح جداً بسيط يعني ما في أي تعقيد الأمانة سلمت على أخي أخي اسم مجرور بعلى وعلى مجره الياء لأنهم الأسماء الخمسة يعني يعني ما أقدر يعني أفصل في زيادة جرب الحروف بعد شوي بيذكر الكمعاني للحروف فبعدين نصل لها طيب الجرب بالإضافة هو أن يقع الاسم مضافاً إليه أي مضافاً لإسم المضاف قبله شكله شوي الحووسة صح؟ لكن لما نتكلم فيه شوي ترى سهل أن يعني يأتي اسم مضاف يحتاج إلى مضاف إليه عشان يكمل المعنى جميل؟ لا ما أقول ما يحتاج لكن زي مثلاً قلم المعلمي أو مفتاح محمدي أو تقول مثلاً طاولة البيت جميل؟ فواحدة من العلامات أو الأشياء اللي أحس يعني تساعد في تصور المضاف المضاف إليه تخيل أنهم كلمة وحدة جميل؟ تخيل أنهم كلمة وحدة يعني ما ينفكون عن بعض في ذكرك عدة مثلاً علامات على المضاف أنها يكون نكرة ويكون خالية من أل التعريف هذا جداً مهمة جداً جداً مهمة جميل؟ وطبعاً لما نقول خالية من أل التعريف فمعناها أيضاً أن نقول بدون تنوين أو عفواً عفواً غلط علي لما نقول خالية من أل التعريف نصلح بعد شوي إن شاء الله القاعدة عشان أنا أمكن أن أعلم لأخبط شوي جميل؟ طبعاً المضاف يُعرب على حسب موقع العرابي فالمضاف يمكن يكون يعني منصوب مجرور مجزوم مو مجزوم عفواً منصوب مجرور مرفوع على حسب لكن المضاف إليه دائماً إيش مجرور دائماً إيش مجرور طبعاً ذكرنا أن الضمائر تعتبر من الأسماء وإن كانت مبنية صح لكن تعتبر تعامل مع عاملة الأسماء فتقع في محل جرب بالحروف أو بالإضافة وفي قاعدة جميلة يعني ذكرها ليدكسور يقول كل ضمير اتصل بإسم فهو مضاف إليه مسحها عينه هذه كلا تصلت بإسم فوش صارت؟ صارت كلها مضاف إليه تعريف عفواً كلها كلها صارت إيش محل جر جميل؟ بينما به اتصلت بحرف جر فتكون صح يعني مجرورة لكن ما هو بالإضافة جميل؟ مجرورة بحرف الجر يقولك إذا وقع إسم مجرورة فإن الغالب أن تكون على مجاله الكسرة كما ذكرنا يعني غالباً في المجرورات أنها تكون الكسرة إلا أن كان في استثناعات مثل الأسماء الخمسة تكون باللياء المثنى يكون حتى المثنى يكون باللياء وجمع المذكر السالم يكون باللياء وهنا أعطك قاعدة نفس الكلام ذكرنا فوق أنواع المجرورات إما بحروف أما بالإضافة كتاب الطالبي كتاب مضاف والطالب مضاف إليه الطالب طبعاً على مجاله الكسرة لأنه مفرد طيب ومما ينبغي الإشارة إليه أن التنوين والنون يحدفان من المضاف عند الإضافة أي جميل هذا قاعدة اللي أنا كنت أخبط فيها كما في هذين التركبين في جميع أنحاء العالم جميل وتقرح أو تقرح تقرح جفني المريض جفني أصلها جفنان أو جفنين جميل لكن حذفت النون لأنه مضاف ولا ينبغي تقول جفنين ما يجوز في المضاف أن تذكر التنوين كنت تقول مثلا قلم المعلمي ما ينبغي تقول قلم المعلمي فهما تقول القلم المعلمي حيث اللي تعريف أيضاً تحذف في المضاف أتكلام طبعاً ذكره هنا ومما يتعلق بالتنوين أنه لا يتسمع معه للتعريف في الكلمة الواحدة فكلمة العالمي أو العالمي اسم مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة وحذف التنوين لدخول أل التعريف عليه طبعاً أن أل التعريف والتنوين ما يستمعون هذا في كل شيء هذا قاعدة مطلقة هنا أعطيك حرف الجر ومعانيها فيقول لك الباء هو الإصاق وهو المعنى الأصل لها وتأتيك الاستعانة والتعليل والمجاوزة اللام للملك والتعليل من التبعيض والابتداء الغاية المكانية وابتداء الغاية الزمنية في الظرفية على الاستعلاء إلى الانتهاء الغاية المكانية هذا مهم تقرأها وتفهمها لأن تجي عليها سئلة لأنها لا يوجد شيء فيها غير واضح توقع أنها جداً واضحة وهنا يعطيك فائدة أن الإضافة التي تحدث في الكلمات في التركيب تأتي غالباً لتعريف المضافة وتخصيصه كما في أمراض العيون وش يقول لك؟ يقول لك كلمة أمراض مثلاً تعتبر كلمة نكرة هي كلمة عامة مطلقة لا تفهم فيها شيء تقريباً تعرف أن أمراض لكن أمراض أيش؟ وضح لي أو أعطني مثلاً مجال معين فتقول أمراض العيون أمراض العظام أمراض المسالك فلما أضفت إليها العيون أصبحت يعني معروفة لها معنى وهذه فائدة صراحة جميلة وهنا يلخص كلامنا لفوق ما لدينا نذكره طيب هنا آخر نقطة يمكن مهمة لحروف الجر معانية أصلية ومعانية متعددة يمكن إدراكها من السياقة عامل التركيب فبسونا نروح للتمرين طيب يجب عليك مراعاة صحة فراغ في كبره طيب أباك ولا أبيك ولا أبوك ولا أبيك طيب صحة هذه مضاف فمضاف إليه وإش؟ يصير إيش؟ يصير هو كلمة أبو من الأسماء الخمسة والأسماء الخمسة تجر ماذا؟ تجر باليا فتقول صحة أو صحة أبيك جميل؟ طيب إن الجانب الأساسي في فقدان الشهية العصبي لدى فراغ هو وسواس النحافة مثلاً لدى المصابين لدى ظرف صح؟ ظرف ما نختلف لكن الظرف قد يكون أيضاً مضاف تذكر هذا الشيء المضاف يعني ما على حكم عرابي ثابت يعرب على حسب موضع فنقول لدى المصابين المصابين طبعاً لقل المصابين لأن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه إيش؟ جمع مذكر سالم طيب أكدت بعض البحوث حدوث فراغ صرع لدى مرضى فقدان الشهية العصبي جميل؟ طبعاً الجواب هو نوباتي لكن ليه ما قلت نوباتي؟ لأنها مع أنها مضاف إليه لكن في نفس الوقت هي مضاف يصير هذا الشيء عادي فتقول حدوثها هذه مضاف نوباتي مضاف ومضاف إليه في نفس الوقت صرع مضاف إليه بس جميل؟ لا تخبطوا مرة في هذه الفكرة لكن تحدث تحدث يعني وتصير حتى كده نحن ما اخترى نوباتي لأن نوباتي مضاف إليه نعم حدوثها نوباتي لكن مضاف إليه في نفس الوقت طيب ينصح الأطباء من أجل سلامة العينين بالإضاءة عند القراءة بالإضاءة طيب بالإضاءة هذه يعني صحنا اسم مجرور لكن في نفس الوقت مضاف يعني ما هي مشكلة بالإضاءة الكافية ولا الكافية ولا الكافية الجواب هو الكافية لأن اسم يعني مفرد طيب من أعراض الإصابة بالسكري العطش هو إخراج كميات كبيرة من البول هنا طبعا أعطاك شيء يعني غير شوي أعطاك أنه مجرور لكن ليه مجرور لأنه تابع يعني كميات اسم مضاف إليه فاللي بعدها صفة والصفة تطبع الموصوف فنقول إخراج كميات كبيرة الجواب هو جيم يدل حرف الجر الباء في التركيب أمسكته من قياس الحرارة بمعنى إيش؟ أو على معنى إيش؟ الإلطاق كما نذكر في الجدول الفوق يدل حرف الجر اللام في التركيب أمسكته من قياس الحرارة لقياس درجة الحرارة المريض على معنى التعليل لماذا أمسكت؟ لقياس الحرارة يدل حرف الجر من في التركيب أخذ من التعليمات الصحية ما يبعد عني المرض من للتبعيد إن شاء الله بسيطة جداً يعد شرب الماء ضرورياً لصحتك الماء ليه كسرتها أنا؟ لأنها اسم مفرد ومضاف إليه فعلامة الجر هو الكسر يعد مرض السرطاني هاجساً مقلقاً عند مدمنين التدخين هذه خطأ لغوي عند مدمني التدخين لأنها مضاف فتحذف النون استنتج الأطباء أن كثيراً من الأمراض ناجم عن العادات الغذائية المخطئة جميل يصير كسرة من الضروري للأطباء الإصغاء لمعاناة مرضاهم كسرة بس بإذن الله خلاص هذا كل شيء والحمد لله وصلنا إلى آخر درس إن شاء الله فدناكم وفي أمان الله وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر